السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين. اخيرا وصل تحديثي جديد لهواتف سامسوك واجهة الوان يو اي اثنين فاصلة خمسة. اجاني برحلة التحديث فتحدثت كل اجزاء سامسوك لانا اجاني على النوت تين بلس جوالي وكذلك على التاب اس سيكس لايت. نفس الوقت الجانبي ليلفير كل اجهزة وجوالات سامسوك اللي مدعومة وبيانتها انا في فيديو مفاصل انها سيوصلها الان هذا التحديث. شنو اهم مميزات هذا التحديث اللي يوصل. طبعا لحيفرق من جهاز الى جهاز اخر حسب جهازه. فاللي وصل بالتابلت كامكانيات حسب الجهاز. فنجيسي. بالنسبة الى التابلت اكو خصاص وثماء الكاميرا ووضع الاحترافي بوصلها. لان التابلت هذا مخصص للتصفح بقية الاشياء وصلت لها. بالنسبة الى جوالي. فنجي. بالبداية اضافنا شي جديد بالواجهة الى وهو. النسخ التلقائي. شنو هذا النسخ التلقائي. بالنسبة الى النسخ التلقائي لو تضغط عليه. وتشغله. تلاحظ هنا. النسخ التلقائي اللي هو من يتحدث الفيديو. يتكلم فيديو باللغة الانجليزية لحي كتب على شكل كتابات. مثل ما موضح هو امامك. طبعا كاتبين انه الان ما يدعى فقط اللغة الانجليزية. مستقبلا لحي يدعى بقية اللغات. ان شاء الله مضمنها اللغة العربية. هذا اول شي. ثاني شي عندك خاصية الدسك. خاصية الدسك. هنا اصبحت الان تقدر انبثها باستخدام واير فاي. فخاصية الدسك الان يقدر انبثها باستخدام الواي فاي. مثل ما هو موضح امامك. ولكن الشرط ان يكون التلفزيون انتاج سامسوك من 2019. فما فوق. القليمات ما لا يدعمها. يجب ان يكون التلفزيون يدعم خاصية هذه الخاصية حتى تقدر اتبث. تلاحظ هنا. فهاي الثاني شي. الثالث شي لاحظة انه لا تشغل وضعية الفيديو. تلاحظ هنا على المزيد. والفيديو المحترف. هذا الفيديو المحترف نضاف. تلاحظ هنا قنوات الاوديو التي تقدر تسجيل به. فتروح هنا. نروح على الاوديو تزجيل. تلاحظ هنا ما تريد بالنسبة الى جهاز يحتوي على ثلاث مركات في يقول لك انها تريد بالامام بالخلف او باستخدام البلوتوث. باستخدام البلوتوث من تكنك سماعة واي ويرلس مثل جي بي االي عندي. طبعا جربتها انا في فيديوها سلاحينزي تقريبا على تصوير كيس بورتيج. فحتى تلاحظون الصوت المخرج من عندها هو باستخدام السماعة. لبستها واخرجت الصوت حتى ابينا صوت. فهذا عندك ايضا من المميزات. الميزة الاخرى الى وهو سرعة الانترنية. فضغطنا على الواي فاي تلاحظ هنا على الشبكة اللي امكانك عليها. فتلاحظنا سرعة الشبكة سيبينك سرعة الشبكة الواي فاي الان تقدر تبين ما هي سرعة الشبكة اللي انت امكانك عليها. فهذه هي المميزات اللي ايجيت على اجهزة سامسونج. كل هاي المميزات ايجتي هنا تقلة نفسها مع عادة شغلة الكاميرا الاحترافية بالنسبة الى تاب الستة لايت. وهذا اللي كان عندي لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وفعل جغسة التابعات حتى تكون علم باول باول في الفيديوهات. ونصيحة اه الاجهزة اللي تدعم الاندرويد داعش بيواجهة ثلاثة ثلاثة فاصلة صفر. نسخة بيتها نزلت لا تحدثها بها كثير من الاخطار لح تجي عندك كاميرا عندك تقوم تحمي بطارية تحمي يحلق الجهاز. في اللي يدور ان ينزل نسخة بيتها انصحها اللي ينزل الان انتظر حد ما تستقر النسخة وبس وشكرا.